هذا المشهد يتكرر يومياً في حياة الملاكم المحترف سابقاً والمدرب الحالي لفريق واشنطن أفن زيغلار وهو يستعد للدخول إلى الحلبة لتدريب الجيل الجديد من ملاكمي العاصمة الأمريكية زيغلار الذي احترف الملاكمة طيلة 15 عاماً وكبر في بيت عائلة تحترف الملاكمة كنشاط رياضي في حياتها تحتفظ ذاكرته بالكثير من المعاني التي تعنيه شخصياً والتي تعلمها من حيات البطل العالمي الراحل محمد علي في الشقين الرياضي والإنساني إنه الأفضل والأكبر رياضياً وإنسانياً إنه واحد من أفضل الناس الذين مشوا فوق هذه الأرض ولفن الملاكمة كثير من المحبين من الأمريكيين الأفارقة وغيرهم في واشنطن لذلك لا تخلو أحاديث قاعات الملاكمة هذه الأيام من استعادة قصة بطل عالمي صنع أمجاد بلاده في الفن النبيل وصنع لنفسه موقع البطل الخالد في تاريخ اللعبة إنه البطل في كل الأوقات سيظل واحداً من أفضل الرياضيين الأمريكيين في التاريخ محمد علي واحد من أكثر الرياضيين الأمريكيين صناعة للتاريخ وقدرة على التأثير في حياة الناس أغلب المساجد والمراكز الإسلامية في منطقة واشنطن الكبرى أقامت صلاة الغائب على روح الفقيد البطل العالمي الراحل محمد علي كذلك كان الأمر في مساجد منطقة واشنطن الكبرى حيث استعاد المسلمون الأمريكيون قصة أحد رموزهم الحاضرين في ذاكرتهم الجماعية فمحمد علي بالنسبة لهذه الجالية لم يكن بطلاً رياضياً فقط بل هو رمز للمسلمين الأمريكيين وقيمهم لدينا نقص حد في هذا النوع من الرجال قليل ما تتوفر هذه الصفات العظيمة في الأبطال الرياضيين في هذا الجيل إنها خسارة كبيرة لنا كجالية وخسارة كبيرة لعائلته أيضاً كثيرة جداً هي القصص التي يكررها مسلمو الولايات المتحدة عن حياة محمد علي ومواقفه الإنسانية ودفاعه عن حقوق الناس داخل أمريكا وخارجها القضايا التي سندها ووقف لأجلها محمد علي كلها قضايا إنسانية عظمة وعادلة ولتوقيت رحيل محمد علي كثير من المعاني بين مسلمي الولايات المتحدة الذين يجدون في سيرة الرجل ومنجزاته أفضل صور التعبير عن إيجابية هذه الجالية وإسهمها في الحياة الأمريكية عندما نفكر في محمد علي كمسلمين نشعر بالفخر والاعتزاز إنه نموذج للمسلم الذي يحبه ويحترمه كل الناس رابح فلالي الحرة واشنطن